كان هناك العديد من التقارير من العرب السنة بعد تحرير موصل من داعش ومناطق أخرى من العراق أيضا بأنهم يودون أن يحصلوا على شكل من أشكال الحكم الذاتي وكان هناك مبادرات من قبل دول عربية تود أن تدعم هذا التوجه حيث يحصل العرب السنة في العراق وبعض أجزاء سوريا في الشمال الشرقي على نوع شبيه لدى الأكراد اليوم والحصول على مناطق حكمهم الذاتية بالتحالف مع الأكراد أيضا حيث يمكن أن يكونوا محميين من الميليشيات الشيعية المتطرفة ممن يعتدون عليهم ويقتلونهم فقط لأنهم سنة ما رأيك بهذه الرؤية وإمكانية تحقيقها على الأرض؟ ما رأيك بهذه الرؤية وإمكانية تحقيقها على الأرض؟ أعتقد أن العوامل التي تدفع إيران معناصر من الحكومة المركزية في بغداد لتخريب الإدارة الذاتية الكردية هو لأن الإدارة الذاتية الكردية كانت مثالا جذابة للعديد من السنة الذين يشعرون بالظلم أعتقد أن الدستور العراقي يسمح بإنشاء مناطق إدارة ذاتية وتحدد مسارا لكيفية حصول ذلك والعديد من السنة الذين كانوا يعرضون الفيدرالية يؤيدونها اليوم ولكن الحكومة المركزية وخاصة في ظل رئيس الوزراء السابق تعارض أي تحركات من السنة لإنشاء وحدات فيدرالية خاصة بهم مع أن رئيس الوزراء في ظل الدستور لا دخل له بذلك ولكنه استغل موقف قائد الجيش لاستخدام أدوات أمنية لمعارضة فيدرالية المناطق السنية أعتقد أنه حين تسيس الهويات الطائفية للأقليات كالشيعة أو السنة أو غيرها فإن إحدى الطرق للتعامل معها مثل السنة أو الأكراد هو إنشاء فيدرالية وحكم ذاتي ولكني أعتقد أن بغداد تشعر أنها في موقف قوي بشكل كبير مبالغ فيه ولذلك فإنها لن تتسامح مع أي تحرك سني لإنشاء مناطق حكم ذاتي السنة في موقف ضعيف جدا اليوم بسبب داعش فتهديدات داعش أضرت بالسنة أكثر من الآخرين المدن السنية مدمرة بشكل كامل اليوم هناك من السنة من يعمل مع إيران ويشكلون هذه الميليشيات لذلك فإن الأمر سيتطلب بعض الوقت ومساعدة من الخارج للترتيب لحكم محلي ذاتي وتشارك في السلطة في المركز كحد ليس فقط العراق ولكن لسوريا أيضا المناطقات الكبير رائعة من الاشتراف والآن هناك بعض المساعدين الذين يعملون بالإران.